هل بتفضل لعب مباراة الإسماعيلي القادمة إن شاء الله بالكاس مع بالتشكيل الأساسي ولا لا؟ احنا نتمنى أنه يبدأ بنفس التشكيل الأساسي عشان فترة الجاي يستمل المكسب باستمرار زي الفترة اللي فاتت الفريق ما يتأثرش وننهي الموسم كويس عشان نبدأ الموسم اللي جاي بنفس التشكيل وبنفس الطريقة مع السفقات الجديدة إن شاء الله احنا مع كابتن فريرا يلعب بأي تشكيل احنا ضمنين المكسب إن شاء الله يعني هو ينقل هو عايزه وهنكسب بإذن الله فإحنا بنا متطمئنين جدا يعني وإحنا معاه أنا رأي أن التشكيل الناطش اللي فات كان تشكيل مناسب جدا وإحنا ما نغيرش عشان الشكل اللي الجمهور يتعود عليه في طريقة اللعبة بتاعت الفرقة حلوة جدا ممتازة جدا فإحنا مش عايزين نغير على أساس المجموعة بتأدي في منتهى الجمال وخاصة زيز ورباني بارك إحنا كلنا بنحبه بصراحة إن شاء الله رب العالمين نلعب بتشكيل أساسي طبعا هنعندنا ثقة في لعابتنا وفي البروفيسير فريرة إن شاء الله نلعب باللعابة الأساسية وبالتشكيل الأساسي بطولة الكهس بطولة مفضلة الجميل نات زمالك وبطولة نكادة كنا احتكرناها خلاص إن شاء الله نلعب بالأساسي وإن شاء الله البطولة بتاعيتنا إن شاء الله والله أنا شايف دلوقتي إن أي حد هابي موجود من قووم نات الزمالك عنده سكواد عالي جدا أعتقد إن أي حد موجود دلوقتي هابي كويس سواء في الدورة أو في الكهس جهاز فني بيطلع كل الجوة اللعبة استقرار إدارة وفني فأي العيب هابي موجود سواء في الدورة أو في الكهس إن شاء الله هيقدي أحسن من أي حد فأعتقد أن أي حد موجود بفضل الله تعالى هيكسب وحيقدي كويس جدا لا طبعا نفضل لكم بالتشكيل الأساسي لإنه زي ما حدرك شفت في مرات السابقة عملوا يعني بطرات حلوة ولعبوا بطريقة حلوة وطريقة كويسة جدا وبالدليل خدوا الكهس بطيئة وهياخدوا الدورة إن شاء الله بزيط طريقة أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وأولى فقرات اليوم مع نجب موسو نادل زمالك كابتن أيمان عبدالعزيز الشاهير بنحلة تذهب كابتن أيمان كابتن أيمان كابتن ايمان pluralie عمل إيه. عمل إيه يو حيشن. والله إيه وحيشن جدا. نضالع السلام. والله خريق الحبيب. خبار ملك إيه. منسلم عليك. أنا مستنيه. أحب ملك انت. أنا بأم إن شخصية يعني شخصية ملك أيمان عبدالعزيز وملك قسامة النبيه. آه اللي أتنين. اللي في 2011 اه انا مستنيهم. اه. مستنيهم بقى ايه اتعلم منهم كورا. لا لا. اه. تعلمهم انت بقى. اه. اه. ما شاء الله ربنا يعني اه يحميهم اولا اه بكلم على اتنين دولة يا جماعة فتكروا الاسماء دي بعد عشر ست سبع تمن سنين كده. اه ان شاء الله تقريبا. اه. بنا يحميهم من الاصابة كده ان شاء الله ويحرصهم يحفظهم هتلاقوا اتنين لعيبة. هيعيدوا زاكرة تاني. اه هو طبعا يوسف دلوقتي هو اسامة خلاصة النسا. اه لا لا. اه. اسامة خلاصة دلوقتي يوسف ومالك وبتاع فهم كده يعني. اللي اجياء اللي طلع كان يعني اه. اه يوسف طبعا كابتن اسامة نبيه يعني واحد من نجومنا الكبار يعني سواء في الكرة واحنا بنلعب ودلوقتي الحمد لله ما شاء الله ربنا يكرمه. ويكمل بنفس الخطة اللي ماشي فيها في التمرين يعني اه رجل اشتغل على المستويات عالية جدا واشتغل مع مداربين كبار جدا. اه. اشتغل مع حضرتك على طاقة الكابتن اسامة صح? اه. كان لعيب معي في الاتصالات. اه. واشتغل اه يعني اكفي ان هو اشتغل مع مستر كوبر طبعا يعني. اه بالنسبة لي مستر كوبر واحد من المداربين اللي العبقرة في الكرة يعني. واصل كاس عالم وانهيه وهم افريقيا وعمل سفيه هيل في الكرة بصراحة وازمالكه الدوري والكاس فا اه يعني ان شاء الله ونستنى اه مدير فن كبير ان شاء الله كنت اسامة نبيه. اكيد. اه. ويطلع بقى مالك بعدين مالك اسامة نبيه. اه. يوسف طبعا ان شاء الله يكمل مسيرة والده. يوسف اسامة نبيه. فاكر يوسف ده لما كنت انت في القطاع الناشين كابيجي يقولك ايه يقول اه اه عن النبسة لعب انا مش عارق. فاكر انت اللي. اه. 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 هاي الفترة دي يتكلم بدك. يعني الحمد لله الحمد لله. يعني اه من افضل فترات القطاع لما حضرك كنت رئيس القطاعات وانا كنت رئيس القطاع. السنة اللي كسبنا فيها تقريبا كل البطولات لو حضرك تفتكر. اه طبعا. بس الالفين واحد. اه ودي كانت بسنة. دي كانت. احنا كان عندها تمانية فوق. بالزبط. والراجة ما كانش بيرضى ينزل حد. بالزبط اه. صح. فتمانية فوق لكن الحمد لله كسبناها الفين وثلاثة. مم. بطولات الجيزة كده كده ابنا اخدها. تسعة وتسين لو حضرك تفتكر لما كسبنا البطولة. اهنا اخدناها كانت مفيش الكلام ده. كلام ده. فالحمد لله كسبنا كل بطولات ويعني يمكن ربنا جعلنا اسباب ان اه من تالي كل اللقاب اللي فوق دي الحمد لله طلعين. واحنا موجودين. صحيح. واحنا يعني مزكينهم عند الناس وكان مستر كارتون الحقيقي يجي تفرج. صح. وبعديها طبعا استلموا الراية بقى الناس اللي موجودة. يعني ربنا يكرمهم جميعا والناس اللي موجودة تقدر تطلع ناس دايما يبوا موجودين على طول باستمرار في الدرجة الاولى. اكيد طبعا قطاع الناشئين ايمن يعني اه اه ولاد. يعني انت قطاع الناشئين انا قطاع الناشئين. في ناس كتيرة جدا معاك وفي ناس كتيرة جدا معايا. نادي الزمالك لأول مرة من فترة طويلة جدا جدا يهتم بهذا القطاع. قبل مجلس المشهر يجمد لو تفتكر. اه طبعا. اه وهو كان يمكن ال 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 وانت كنت معايا في قطاع الناشئين لما جدد للعيبة لما حافز على الولاد دول. في بوس. في بوس. في خمسة. في خمسة. في خمسة. في خمسة. في خمسة. اه. في خمسة. لما المشهر مطارة شافهم. ايه. ايه. قال لك ايه. تعالوا وراء عملهم عقود. دول كانوا ممكن يطيروا في ثانية زي اللي غيرهم مطار. بوسة اجابت كان في خمسة. انا كنت الوقت ده كنت رئيس قطاع الناشئين وحضرك كنت رئيس القطاعات. وكان اه امير المرتضى هو المشرف عالكورة زي ما كان. صح اه. واتكلمت اه امير كلمني وقال لي في خمسة اجابت نعوده ومفروض هتخلص. فدول لازم يجددوا. المصرش عايزوا يجددوا. فال الملف ده مع حضرتك ومع الكابتن طار. اه. وجددت الاحمد مضيط احمد عيد. ومضيط اسامة فيصل. صح. ومضيط حسام اشرف. حسين فيصل كان عاده بيخلص. كان فضل له تقريبا حوالي ستة شهور. وقالنا نازم يجدد. اه. والحمد لله اقناعت ان هو يقعد ومضت تقريبا حوالي بعدها خمس سنين تانية او تلات سنين فوق السنة اللي كانت فضلاته. ايه ايه. اه. اه. وغير بقى اللاعبة التانية اللي مضت يعني. يعني الاهتمام اللي بيوليه مجلس دار ومشار مرتضى للقطاع ده سبب النتاج اللي احنا فيه. لكن كمان اه اه اهتمام نحنا واحنا موجودين وتوجودنا باستمرار وان انت دايما بيبقى عندك يعني اه عيين بتشوف بها اللاعيبة. وان انت متابع اللاعيبة اللي في القطاع المميزين كلهم. اه انا تقريبا الحمد لله عارف كل اللاعيبة اللي في القطاع بالاسم. من اول مسلا لما كانوا البراعم لسه الفين وستة لسه طلعين. لحد الفين وخمسة والفين واربعة. احنا كان عندنا جيل في الفين واربعة هايل. هايل. بس يعني موظمهم مش. الله يشتروا بقى لما اه لاغوا البطولة. بالضبط معظمهم مشوا. الفين واثنين كان في ملعيبة كويسة. برفع ليه. لكن ايه الفكرة ان انت لاجت البطولة فانت الفترة دي اللي كان موجود كان يقدر يعمل الفرقة كويسة الالفين وثلاثة لاني خلي بالك الالفين وثلاثة السنة اللي فاتت عانت. صح. من ان انت معندكش يعني صف تاني. فكان عندنا في الالفين واربعة حوالي على الالي مسلا تمن لعيبة كويسين. دول مش. يعني الواحد بيحبش بغضو يتكلم ليه الفترة بتكلم معنا دي. جات بعدها فترة اللجنة. طبعا. اللجان يعني. مش عايز اقول لجنة مين بس اللجان. فيه يوسف اوسامة نبيه. ده انا بقى كنت المسؤول. وهاني رجدي. الفرود. الفرود. اللي اتنين اللي عيبة دول. انا قدمت المزاكرة عندي المزاكرة ده بقى رسمية. لاحد اللجان اللي كانت موجودة. ما انا كنت موجود. اه ما عارف. يا جماعة الناس دي. لازم تقعد. لازم تقعد وعودة لازم تضمدي. طب. قال لك ترفضت. عملوا مجالسة. ورجان يرفض. هاني رجدي مشي. الولد الولد يوسف لولا ان هو يعني ابوه. كان شغال ساعتها لو تفتكر. اعتقد في الزد. في زد. وخد يوسف وخد اربعة معاه. برفع عليك. طب. فحفظنا على يوسف لغاية لما رجع. لان لولا كده كان يوسف ده طهار. مع انه كان عامل عقود. وانا قلتوه يا جماعة الولاد دول لهم فلوس. مارد يوش تفش. قال لك لا خلاص. ميشي واستعجل وميشي. لكن يوسف كان عنده يعني سبحان الله برضو. فوصة طبعا. لأ ابو يعني حجمه شوية الزمالك وما ينفعش وتمشي وكده وبتاع. فقعدنا بالعافية غات لما. راح الاعارة. راح الاعارة ورجع على طول ويه. وليعب دلوقتي وماشاء الله مكسر الدنيا. هو ما عليش. من اللي جايب حمدي علاء كده. قول انت انا معا. مين اللي جايب حمدي علاء لما كانت برا سافر. تركيا في تركيا. اه. جلت السراي. مين اللي مرجع سيد سيد عبدالله النادي. سيد نيمار اه كان برضو في الامارات اعتقد انه كان في تايلاند. كان في تايلاند اه. كان في بلك كده فاكر انا. اللي مرجع ندوان اللي قعدت معي وانا اللي كلمت وقلت له. وجالي وهو موجود لما رجعته. النادي وقعد معي قال انا عايز ارجع ورجعته النادي. وقعد وبعدين جالي في فوسط السيزن قال لي كابتان انا جايلي حاجة في تايلاند فسيبني امشي امشي ولا كمل. قلت له طيب انت بتسألني كاخ ولا كمسؤول في النادي. قلت له طيب خليك في النادي زمالك. ولعب في النادي وخرج من النادي. انت ضيعت عن نفسك فرص كتيرة جدا جدا في الفترة انت كنت بتمش فيها تايلاند وبترجع تاني. قال لي صح. فقلت له كمل السنادي كلها تمام. والسنادي ان شاء الله هنعمل حاجة كويسة في النادي ان انتوا هتطلعوا دايما بالتتابعة يعني. ولما تجي لك الفرصة يمسك فيها. والحمد الله جات له الفرصة ومسك فيها. مشان انت انت بتتابع. والولاد عندهم ثقة فيك. ولما بيجوا يتكلموك او بيتكلمهم هم بيهتموا بالكلام. فسيد تقريبا بيكلمي بعض الماتشات كلها. هم. عشان يفكرني بالكلام اللي كنت بفضل اقوله. انا اللي قلت واخوه موجود. فقال لي كابتن وانا اللي مضيته على عقد خليبه لك الجديد اللي مضى. اللي هو قبل ما احنا نمشي. هم. فكل ده يعني الحمد لله الواحد بيبقى سعيد بيه جدا جدا لكن. انا اللي بيزعاني ان في دايما الناس بتطلع تقولك ايه. كل ملايب كورة يطلع ايام الماتش كويس. تلاقي فيه ملون واحد اللي اقول لك انا. ده هو النجاح ليه ملون صاحب. خصارة ملاشغل صاحب واحد. بس الناس. بس ده طبيعي. الناس لازم تعرف الحقيقة في الاخر. هم. هي دي الميزة يعني. احنا يعني اولا اولا حضرتك من نوعية الناس اللي بتطلع تحب تتكلم. انا اول مرة اتكلم في الموضوع ده. لان انا في حاجات الفترة اللي فاتت دي دايقتني. من الناس طلعت تتكلم على اللعيبة اللي موجودة في النادي. واللعيبة اللي الدرجة الاولى. واني مين طلع مين. لكن هي اللعيبة نفسها عارفة. اللي طلعوا كلهم. طبعا. كان عندنا لعيب يعني اسمه مواب اشرف. طبعا. لو تفتكروا مواب. عارف طبعا مواب. فاسموحة. يعني ده لو كان. لجاله صليبي. صليبي. وكان هيبطى. ده اخر دي او بيلعب الماتش. في ماتش في الناشئين عندنا التسعة وتسائل. بلوش لازمة كان. بكربة لاش لازمة انا فاكر. اللي لف فيها ديته. بالزبط. فده لو كان مكمل في النادي. كان هيبقى في حاجة تانية خالص. كان عندنا لعيب. كان في قرية اسمه جهينة. تفتكروا. طبعا عارف القصائي الظنة ده. اه. اه. ده كان برضو لعيب كرة. وعندنا ناس كثير قوي. بس اللي يهتم. واللي يبقى موجود ومتواجد دايما وعارف. دلوقتي فيه اهتبام لان ال 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 ستة سبع لعيبة اللي بلعبه دلوقتي. يعتبروا اساسيين. انهم بيطلعوه برا لسكور. يعني بتلاقي اتنين ثلاثة فما لعبوا اتنين ثلاثة عاديك. تبقى ده لا. سمعوا. وعملوا اه راو كبير جدا. وبدأت يعني امير الحقيقة مهتمة بالقصة دي بشكل بشكل كبير. والمشامل طبعا اكيد. وبالتأكيد لجرة الكورة. وانت عندك اه اه فريق لسه جاي. الفين و ثلاثة ده. ده لسه جاي. ده دلوقتي. من اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي. بس اه. في حاجة مع الجيل ده كابتا. انا شانا كان عندنا لعيبة كويسة في ال الفين و واحد قوي. الالفين و ثلاثة لو ما تقوموش. هيبقوا زي بعض اللعيبة عندنا في ال الفين و واحد. مم. اللي ما استفدناش منه. فكرة العقود البدري والعقود الكتيرة والحاجات دي. دي اللي خلي بالك من سنتين تلقى. العقود. العقود هدفها يا ايمن مش ان انا اديه في العقود الهدف ان انا احافز عليه. لان ده ممكن يجرف مني في اي لحظة. مش هما بقى اللعيبة تفهم. اللعيبة تفهم ان اه يعني انا لما كنت بقنع احمد عيد واسامة فيصل وحسام ان هما يمضوا حسام اشرف. كنت بقم ديهم بقول لهم ان دي خطوة صغيرة الخطوة كبيرة. فانت ما تبصش للعقد بتاعك دلوقتي. انت العقد اللي انت بتعمله ده دلوقتي. كل ده هيتلغي. طبعا. بمجرد ما تطلع الدرجة اولى ولو ده اللي حصل. لما طلعوا الدرجة الاولى مستشار المتدى اداهم فلوس اكتر من اللي كنا متفين معهم عليها. مم. يعني انا وامير كنا متفين على حاجة معانا ليهم. لما طلعوا قدوا مع الرئيس. اداهم ضعف اللي كانوا متفين عليه. فانا كنت تباين ما بقنحهم بفكرة ان العقد ده مش حاجة غير ان هو حاجة بتربطك بالنادي. ده. العقد ده كله هيتقطع لما تطلع الدرجة الاولى. فانت اكتهد في ده. فلازم لعبت الالفين وتلاتة لما تيجي تعمل لهم عقدهم. لازم يعرفوا ان ده مش العقد اللي انت مش نهاية الوطاف دي. وتاخد بفلوس. لسه تاني. لسه تاني. اه فتقول ان انا اي لا لا انتو مقدرتونيش فانا عايز فلوس كتيرة زي الناس اللي بتاخد. لا ده مش دلوقتي. مش دورك ده دلوقتي. ده دورك ان انت تكتهد وتلعب. والعقد اللي بينك وبينه ده مجرد ما هتطلع الدرجة اللي وتحط رجليك هيتقطع كانه لم يكن. وهتعمل لقود زي. سبعة تاشر تمنتاشر السنة. بالضبط. يعني مش عايز اقولي استه صغير. لكن قدامه مستقبل كبير جدا جدا. طويل جدا جدا. وخاصة ازا كان هو لعيب موهوب. عندنا لعيبة في الفين وتلاتة موهوب. كتيرة طب. والحفاظ عليها مهم جدا. طبعا اكيد الماجل الزراع عارف هذا الكلام. وامير والطادة عارف هذا الكلام. ارجع قولك رأيك في تجربة الناشين ايما دلوقتي. وايه سير نجاح الولاد دول. او ايه ان هما سماعوا كده مرة واحدة. من خلال انت ابقى معرفتك بيهم اه اه وعن قرب وفي نفس الوقت برضو كلعيب كرة اه ومدرب كبير يعني. بو زيب ان هما اه اول حاجة شخصياتهم فرقت جدا ان هما هما لعيبة موهوبين تلاتة. وطلعوا فترة فيها استقرار اداري في النادي. وده كان مهم جدا لانهما لو ما كان لو احنا كنا في الفترات اللي هي بتاعت الليجان المعينة دي. انا اقول لك وابصوم لك بالعشرة ان ما كانش في ولا لعيب من دول هيكمل. لان طول ما انت في الكرة ما عندكش استقرار اداري مش هيديك مرضوط فني كويس. لاني هتلاقي كل اللعيبة الكبار قبل صغير مش شتتين. فده رقم اثنين. ده رقم تلاتة ان الحقيقة هم ربنا كرامهم اه بمدرب. دي شغلته مستر فريرا. اه الاتحاد البرتغالي كان بيكرمه. اه مدينه جايزة على فكرة اللعيبة اللي هو قدمها للبرتغال واللعيبة اللي هو طورها. والانديه اللي هو طورها. فالحقيقة دي شغلته. هم. فهم ربنا كرامهم بالتلات حاجات دول. اولا استقرار اداري. وبعدين الاستقرار فني مع راجل. اه بيعرف اداري بالبلد يعني. يعرف اداري. العيوب. العيبة الكورة. صح. تداريها ازاي دي بتاعته هو. في شكل بقى تغيير طريق لعب. في شكل اه اه بوزيشن بتغيره. في في حاجات كتير قوي بيعملها. فده مهم انما هم الحقيقة هم كلعيبة لما تيجي تقايمهم هم لأ هم كانوا لعيبة موهوبين هم كويسين. يعني عندهم الاستعداد والقابلة ان هم يتطوروا مع مدرب كويس. ومع شغل كتير. وفادهم اكتر ان اه الفترات التوقف اللي كان بيتيجي كلاك بتوقف صلح نات الزمالي. هم. لان الراجل في شغله وفي شكل لعبه محتاج وقت عشان ينظم اللعب كويس. لو تفتكر هو اول ما جيه كان عندنا بعض المشاكل الدفاعية وكان عندنا بعض المشاكل في وقت. نخصرنا مارشين. بالضبط. والناس يمكن اعتقد اه يعني مش كل الناس معظم بعض الناس او معظم الناس اه فقدوا الامل في انك انت اخبوا طولة بعد مارشين دول. وكانوا متخوفين جدا. جدا. فعشان كده كانت كل الفترات التوقف اللي ما كانوا بيسألونكو التلتوم ان اكتر فرقة هتستفيد من التوقفات دي هي في الات نات زمالي. مم. لان الراجل بيعرف يطور في اللعيبة كويس. وده اكتر حق كب. في اوروبا مدرب الناشئين او مدرب البراعن بياخد اكتر من مدرب الفريق الاول. اه. لان هو ده دايما اللي بيدي مدرب الفريق اول لعيب على الجهز زي ما بقوله. ان انت بتلاقي لعيب جاهز لعيب بيفهم. طيب احنا عندنا الكلام ده ولا عندنا العكس? لا احنا عندنا العكس طبعا. مم. ده بس ده في مصر كلها عام. اه ما انا فاهم. مش مول على الزماني. ده. بكلمها في مصر. عام في مصر كله. طيب بدي كلم في اوروبا. انا بتكلم في مصر. اه عام كله. لكن في الاخر. اه. وده غلط. اه طبعا غلط. مم. لان اه في الاخر اللي لما اه بتجيب لعيب كورة بيفهم عنده الاستعاب بتاع الهو. اللي هو انت فين? واقف فين? يعني فكرة التمركزات الملعب. انا لما جيت النادي زمالك في الفترة اللي كنت انا حضرتك فيها موجودين. عدت مع المداربين. قلت لهم احنا كل شهر هنشتغل على الحاجة. او ممكن نعدي الشهر. اول حاجة نشتغل عليها. فكرة الباص الكتير. ان ازاي الولاة تتعلم تباصي. دي نمرا واحدة. حتى اسهل تمارين. لازم تبقى صعب تمارين لان في الاخر لازم لعيب الكورة للناشئ الصغير لازم يتعلم ازاي يعرف يباصي. دي نمرا واحد. نمرا اتنين هنشتغل على البوزيشن والتمركزات. ان ازاي اللي عيبها تعرف يوقف فين? وده خلي بالك بيعملين مستر فريرا. ان كل واحد. انا شفت في التمرين النهاردة على فكرة ان انت بتقوله ده. بالضبط. انا شفت تصحيح بعض اوضاع بعض اللعيبة. في الوقافات. اه تحركاتها. بالضبط. وبعدين ايه بقى? يعني مش 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 بيعيد. وشكرا. لا لا بيعيد. وبعدين بعد دقيقة لو اللعيب اقع في نفس الغرق. يوقف تاني. يوقف في اللعب. وده مهم. اشتغل نهاردة في التمرين. كابتن ده التعليم مهم في المراحل للناشئين. اهم حاجة ان انت. طب بعد المدربين يا كابتن ايمن يقولك احنا عم احنا اجبرنا على موضوع الناشئين ده. مش عايز اشتغل في الناشئين. يعني هي مش بس قصة انه انك انت. اه. انه دي مش 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 بيستعين او مش قصة انه المرتب قليل. لا هو بقولك لا خلاص المطحات الناشئين دي انتهت بالنسبة لي. لا لا. انت شايفها ازاي دي? انا شايف ان هي بقى فيها غلط لان لو الظروف والعناصر متوفرة اللي هي المادة اللي بتديه له الامته لانه هو في الاخر الراجل ممكن يمسك في الدورة الممتازة. او ممكن يمسك في دورة الدرجة التانية اللي هو بقى قوي دلوقتي في مصر. انا قصد كده يقولك الامتش بتاع دلوقتي انا عايز اشتغل في الدورة الممتازة او مش عايز اشتغل في ناشية. لا انت لما تمسك فرقة في نادي الزمالك اه الالفين وتلاتة الالفين وواحد الالفين وستة الالفين وخمسة لانه دول امل النادي احنا الالفين وخمسة. مم. عندهم كاس عالم وعندهم قلومبيات فلازم نهتم بيهم. فلما تجيب له مدرب دلوقتي يكون عنده ادراك بكل ده فيعلمهم فاتخرج من الالفين وخمسة لعيبة تقدر بعد سنتين تلاتة تلعب في الدرجة الاولى. فده بيبقى انجاز. عشان جاي بقول له ادراك ان احنا فهنشتغل هنشتغل على الالبوزيشن والتمركزات عشان رايبة تعرف هي وقفة فين. مم. لما نطور في النقطة بتاعت الباص. ونطور في اللقطة بتاعت التمركزات والبوزيشن ويعرفوا بموقف فين. نخش على الاستحواز. فنقعد نشتغل على ده فترات طوية. فالتمرين كله يبقى كده. مفيش غير كده. عشان كده عملنا ايه? كسبنا الالفين وثلاثة وكسبنا الالفين وستة وكسبنا التسعة وتسعين. وبقيت دوري الجيزة والمناطق بنكسبها عادي كده كده. فده مهم ان انت عندك لعيبة آآ اسكية بيفهموا يعني. صحيح. يعني مثلا مرة من المرات وانا مسافر في المطار قابلت آآ تشافي بتاع برشلونة. اه طب. بس ده من فترة طويلة كان بلعب. فروح تسلمت عليه. صورت معايا وقلت له انا في ليلة الفيناني بلعب كورو محترف في تركيا. فقعدنا وقت فسألته قلت له يعني انا عايز سألك على حاجة. قال لي تفضل. قلت له آآ يعني انت ازاي كلكم كده يعني. ازاي كلكم. فاكرة فترة. اه اه اه. ازاي كلكم بتلعبوا نفس الشكل. بشرونة تقول بشرونة تشافي اونيستا والمجموعة دي. اه. كلهما. وحتى اللي بيطلع الصور معهم بتلاقيه شبهه. ايه صح. فقلت له يعني ليه كده كلكم يعني. فقال لي عشان احنا في برشلونة مختلفين في اختياراتنا. عن الناس. العالم كله. العالم كله ممكن تختار آآ يعني السرعة بتتنمى. والقوة بتتنمى. وكل ده. النمى الزكاء ما بيتنماش. مه. فقال لي احنا ببرشلونة بيختار لعيب الكرة الزكي. لعيب الكرة الزكي اللي حيلي لك كل المشاكل. مه. اللي هو دايما فاكر كما كفكرة المسلسات لجوارديولة تلاحها. في مرة ايمن آآ آآ يعني الله عالم ارطها عشان يكون صادق. او حد قال لي. ان آآ آآ جوارديولة مع برشلونة كان بيغم يعنيهم. ويلعبوا بكورس. ويلعبوا. على الحس. آآ يعني آآ بينامي قصد اللي تبدو عليها الزكاء مع الحس. انا حاز يعني يعني مثلا بيعمل تكتك. آآ والله العظيم. كان بيغم يعنيهم ويلعبوا ويلعبوا كده. عشان كده هم بيتلاقيهم في الماتشات تاك 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 اللي بيقولوا عليها دي. هم دون اللي بدعوها. هي تكتبت. يعني محدش قالها. كانت مكتوبة قبل كده. بس دا حقيقة. قارتها. دا حقيقة هم والله انا يعني. دا حقيقة. عدتها كده بس انت لما تقولت لي الوقت افتكرت حتة النور. بيغم يعني هم ويلعبوا مرانهم. بيشتغل على ده. بيشتغل على حاجات كتيرة تانية. وبشتغل على تنمية حاجات كتيرة. زي زي ما. يعني انت دا دايما كنت تتفرج على فرقة برشورونة دايما دايما في المسلسات. اه. فعشان كده بقول لك فهو قال لي لعيب الكرة الزاكي اللي يحليك كل المشاكل. صح. لعيب الكرة الزاكي اللي بيحلل زميله لما يوقف فيه مشكلة. فبيطلع يحلها. طيب. حقف عندي حتة لعيب الكرة الزاكي. نادي الزمالك دلوقتي ما شاء الله نتاج ولا اروع اداء اه محترم فيه تناغم فيه كل الكلام انت بتقول لدلوقتي. هل هل وصل او هل قدر الراجل انه ينمي زكاء اللعيبة بهذه السرعة وينمي فيهم قدرات محينة وتغيير الطريقة زي ما انت بتقول له هزي الامور قدت ان الزمالك دلوقتي بيلعب بانسابية كبيرة جدا وبيقدي باداء ولا اروع. اه طب. فكرة التمركزات وان اللعيبة عارفة هي واقفة فين. دا نمالهم كل حاجة. انهم مباعش عندهم مشاكل وعندهم حلول كتير. يعني دايما هتلاقي فرت الزمالك مش مقسومة اتنين. انما في كل اه جبهة هتلاقي دايما اربعة. الكرة لما بتتنيني الناحة التانية بتلاقي اربعة. يعني مسلا هنقول مسلا لو بنلعب مسلا بالمسلوسي والوينش وحسام وفتوح مسلا. هتلاقي عبدالغني. هتلاقي سيد نمار. فهتلاقي الناحة اللي ميه مسلا فيها المسلوسي وعبدالغني وسيد وبيجي لهم ساعة زيزو. فهتلاقي دايما فرت الزمالك عندنا كسافة في كل حتة في الكرة. ولما الكرة بتنيني الناحة التانية بتلاقي نفس الكسافة موجودة. ده سبب ايه? ايه? سبب ان اللعبة بقت اسكية وبقى عارفين ان ايه? الزونات كل واحد بتحرك في مساحة معينة. فلما تتحرك في المساحة دي هتوصل لمرحلة ان انت مش هتتضرب بسهولة لما فرقة مثلا بتجمع الكرة كويس. مم. فتجمع الكرة في حتة فتلم الفرقة بتاعة الزمالك ايه? فتضرب الناحة التانية تلاقي ايه? مفيش حد. مم. فالزونات اللي الزمالك بتحرك فيها او الخطوط الزمالك اللي بتحرك فيها هتلاقي كلها واضحة ومحددة للعايبة. ده حفز تدريب ده تدريب. بالضبط. عشان كده بقى الزمالك ما عندوش مشكلة وبقوا اسكية دايما في ايه? ان احنا دايما متفوقين على الخصر عدديا. مم. يعني هتلاقي فرقة الزمالك واحنا بنروح الترانزيشن اللي هي الحاجات المرتدة. الحاجات المرتدة. مم. تحولات هتلاقينا دايما منروح اربعة على تلاتة. اربعة على اربعة. تلاتة على اتنين. تلاتة على تلاتة اللي ان احنا دايما هتلاقينا كتير. فده من اه فكرة التمرين. وان اللي انا قلته لحضرك اللي احنا قلناه للمداربين في الناشئين. ان انت ازاي تعرف اللعيبة بالبوزيشن نفسه. الادراك بالمكان. انا واقف فين? انا واقف صحة ولا واقف غلط? انا لو خرجت من البوزيشن ده هيبقى في مشكلة هنا فانا هفضل في المكان ده لان ده يحليني المشكلة اخد احسن ما اخد خطوطين تلاتة غلط فادرب الخط كله بتاعي. بالزبط. لأ ولما اجي اعمل خطوطين تلاتة غير لما اعمل عشرة. بالزبط. هو ده 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 اللي انا شايفه في شغل الراجل ان هو بيتكلم على التزام في المكان وان انت بتأثر. مساحة الجاري. اه وتقالل الجاري عشان كده نفسك بتكمل بنفس القوة الحمد لله بفضل الله. ما فيش اه كرامب ما فيش شد ما فيش اصابات الحمد لله بفضل الله. طيب. هايز اخد رأيك في محمد عبغاني وانت لعيب ارتكاز. والمكان ده انت حبسته طبعا وحفظه وشايفه. ومدى نجاح محمد عبغاني في هذا المكان بالشكل كبير. سأطلع للفاصل الاول وارجع اسمع اجابة كابتن اعمل عبيز عن اداء محمد عبغاني بذاته هو خاصة ان هو لعب ارتكاز مصر ونادي الزماني. قبل الفاصل كنت سألت اه كابتن ايمن ابعزيز عن محمد عبغاني في مركزه الجديد او اه في ثوبه الجديد ولاعب ارتكاز مدى نجاحه واذا كان هناك نجاح ايه سر نجاحه ورأيك في اداءه وانت في المكان ده لعبت فيه عمرك كله يعني. هو ايه بالنسبة لك ايمن هو نجاح بنسبة مية في المية دعا. مية في المية. اه طبعا. والله. وبيتطور كمان في في الباص نفسه في فكرة الباص. ام. بص كابتن كان من فترة كده كنت في احد البرامج وسألوني كان عندنا مشكلة لما طريق غيب لو تفتكر. اه. فقالولي يعني اه وكان في ماتش الاهلي اللي احنا اعتقدت عادلنا فيه اتنين اتنين. فسألوني اه مين يحل المشكلة. او يعني لو انت تعمل ايه. فانا اقترحت قلت ان. انت قلتها هنا عندنا في قناة الزمانة اه اه واحد واحد من الاتنين يقدر يحل المشكلة دي. علاء او عبدالغاني. قبل ما الراجل يلعب كده. محمود علاء. محمود علاء او عبدالغاني. فلما سألوني. فاستغربوا او يقالوا يعني الاختيار غريب يعني سردباك. هتجيب سردباك تلعب. فالطوله ما. فليه? لان الراجل كان محتاج حد ستة يقطع كورة. هو مش محتاج حد يعني بليميكر عالي جدا. في يقطع كورة ويعمل هجمة. هو محتاج حد يبقى زي اه اه مصد او حقصد اول. صحيح. قبل الديفنس. يعني حد مؤدي في الفترة دي. بالضبط حد بيدافع. مش مبتكر. لأ. حد بيدافع بالنسبة ما في المية. ليه? كمان. لان الراجل وهو بيهاجم بيلعب تلاتة. فبيخلي السردباك. تلاتة في الديفنس ازا. في الديفنس. فهو عايز التالت يققى مين? يققى ستة. ففي الاخر هو سردباك. مم. فان انت تلعب علاء او تلعب عبدالغاني كان ده افضل حل موجود عندك. يعني يمكن نكون اتأخرنا فيه. خلي بقى لك الحل اللي اتعامل ده ايمن تأكيدني كلامك ان الاهداف المستقبلة لانت زمانك قلت. قبل ما. اه. يعني لما لما عبدالغاني بيشتغل بالشور بتاعك ده. سواء بتلاتة بقى او اربعة واطفة بقى مش قضية. اه. بس قال بكلمك على عبدالغاني. يعني انت بتتكلم جون واحد في سبع ماتشات. عشان كده احنا نجحني عشان. احنا الاول كان بيجي فيك اجوان. الاول اللي حضرتكو تفتكر كان امام اللي بيلعم. واباما. امام وزيزو. اه. ازيزو. اه. ورؤة ساعات. بالزبط. لا رؤة ما لعبش برضو الا. يعني فترات. اه. لانه هو في الاخر هو نفس الستايل مع الاختلاف شوية ان عبدالغاني يعني داشن وعبدالغاني بيدافع كويس. وعنده قوة وانقطاته كويسة. ده الاختلاف اللي كان بين رؤة وعبدالغاني اللي خلي عبدالغاني يتفوق شوية. اه. اللي خليه يتفوق الهجومية كويسة جدا. وانه هو عشان يطور في ناحية الهجومية لازم يدي حرية لامام ويدي حرية للزيزو يدي حرية للباكين. مم. فلما تدي حرية لكل دول هتحتاج مين? هتحتاج السردباكين وقدامهم واحد. بس. بالزبط. مم. فدايما انت هتلاقي الزمالك يابقى دافع بتلاتة. يا اما في باك من الباكات اللي امم ناحيته للهاجمة مش موجود. هتلاقي دايما واقف رابع زيادة. فهتلاقي دايما الديفندر بتاعنا ستة هو اللي بيحل كل المشاكل. عشان كده هتلاقي دايما عندك كسافة. في ناس قلقت من تغيير طريقة اللعب. يعني انت بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد طول السنين اللي فاتت. اه. لما رجع الراجل جي الراجل بدأ بتلاتة اربعة تلاتة وبعدين اربعة تلاتة تلاتة. وبعدين رجع تلاتة اربعة تلاتة تاني. وناجح بشكل كبير. لانه بيغير بيطوع الطريقة طبقا اللي اللعيبة او امكاناتها اللي عنده. اه. ومع ذلك مفيش دروب مفيش دروب باي من حاصل. بالعكس المستوى ثابت. تفاصل بدا ايه? زي برضو ما قولنا هنا قبل كده. اه. انا ايما يعني وجهة نظري او رأيي الشخصي. اه. ان. ان التاكتك ما بيمثلش اي حاجة في الكرة الا خمسة في المية بس. بمعنى ايه? بمعنى ان اه. اه. الشكل اللي بيقع بي الراجل في البداية لو بيلعب اربعة تلاتة تلاتة او بيلعب اربعة واحد اربعة واحد او ايا كان. الشكل ده متغير في كل مناطق الملعب. يعني. واحنا بنهاجم. مثل ايه دا من ملعب تلاتة اربعة تلاتة. واحنا بنهاجم دايما. وهو بيجي يعني في مطش من المطشات? اه اه اعتقد كان اه كان المطش برامدز. اه. تمام? برامدز. قعدنا نلعب ايه? طول المطش لو جبت كل اللقطات او اي توقفات او اي شكل زمالي هتليه اربعة واحد اربعة واحد او اربعة اربعة واحد واحد لو كان اوباما والجزير هو ليه الراجل اختار اوباما كابتن لعب على بلاد التوريه ده كان من تمان على فكرة اه انت فكرتين بحاجة جميلة ايمن والله بس اه او او الوقف انت وقف على فين على بلاد التوريه اه لان لان فعلا الناس كثيرة جدا يا جماعة كانت بتهاجم اوباما ماتش برامتز اوباما لعب على الراجل التوريه ده بلاد التوريه اه مش من تمان زون مكان الراجل ده مفيش حاجة خالص يعني ده اساسا ده الدماغ او العقل المفكر ودي حاجة تحسب لفريرا طبعا وتحسب لأوباما انه نفس فكر الراجل لعب على الراجل ده وشلى حركته مفيش حاجة اسمها يعني يتجاد تكون مثلا مفيش برامتز خالص لأ كابتن انا قلت انا قلت اه برضو قلت ان اوباما لعيب كبير جدا جدا ومن لعيبة المهمة اللي في نادي الزماني يكفي ان هو عنده شخصية اللعيبة الكبار اللي كل المباراة الكبيرة هتلاقي اوباما ليه دور فيها صح وهتلاقيه موجود فيها عشان كده اوباما عنده شخصية فكرة الضغط اللي حصل عليه وان الناس كانت بتهاجموا كل ده انا شاف انه ما كانش لازمة لان في الاخر قلنا ان دي الاسلحة بتاعتك اللي موجودة اوباما كان كويس اوي فترات طويلة اوي ولو تفتكر في ماتشا بترو اتليتكو كنا موجود انا في الكونفدرالية اه هو اللي ما رجعنا الكونفدرالية بالجون اللي جابه هنا في مصر لو تفتكر صح وبعد دي روحنا نكسبنا واحد صفر بالجون حميد احداد فرجعنا لما كنا قالك ان حصلت الفرق بالزبط فاوباما اوباما من اللعيبة الكبيرة اللي صعب ان انت اتعوضها لان هو عنده شخصية في المنشاط الكبيرة تاني كان ليه الراجل اختار اوباما يلعب على بلاته ليه؟ ليه؟ عشان اوباما اولا قوي بدنيا جدا جدا وده كان المهم بالنسبة للراجل انه عايز حد بدنيا يكون كويس تكتكيا يكون ملتزم يعني ليه ملعبش امام مثلا؟ اه صحيح من امام اقوى من اوباما عشان امام تكتكيا مش ملتزم ممكن اه لا مش مش ملتزم ممكن امام يعمل مشكلة لانه هو عصبي في الملعب والتصرفاته برضو فيها نوع نوع عايزة هدوء شوي لا غير عصبيته كمان اه هو امام ما شاء الله عنده طاقة ربنا يحميه فعايز دايما يروح يهاجم ويشوت ويروح نحيط الوينجليب فالراجل هتلاقي دايما فيه نقطة فيه صغرة هتلاقي منها بلاته تريد دايما بستهجم انما اوباما تمام ملتزم تكتكيا قبل ما نروح بس اسئلت الشاشة واسألك عن دور الادارة لان الادارة مهمة جدا جدا ادارة المشترك المتقدم مهمة جدا فيه القصة بتاعت فريق كورت القدم والنجاح اللي وصله فريق كورت القدم والاستقرار الفني اللي موجود فريق القدم وايضا اللعيبة اللي موجودة اللعيبة دي هي اللي بدأها مجلس دارة اه 14-15 اعتقد مش كده اه 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 اخدنا الدوري ساعتها اوكاس برضو بس قبل ما ما تجاوب على السؤال اه كان معايا قبل ما تخش انت في مدخلة سعد محمد اه طب دينيش فيه وحمد الله على السلامة طب اه هو شوفي الحمد لله الحمد لله شفاء تام ويزر التدريبات وبقى يتمرنا دلوقتي ووجه نداء للمشترك المتقدم منصور وعايز يقابل المشترك المتقدم منصور في مكتبه علشان اه يشكره بنفسه الولد يمكن كان معنا في مدخلة منذ اه 45 ديئة وقدامنا ساعة دهو بسوبه الجديد القديم يعني ربنا شفاه الحمد لله الحمد لله واتم شفاء أستاذ المشترك هو يعني اه عايز يقابل حضرتك لو حضرك متابع متابعنا هو عايز يقابل حضرتك ويشكرك بنفسه على المسندتك ليه الفترة اللي فاتت وفيه ناس كتير بقى بعتالي برضو نفس الكلام فيه ناس من زول احتاجات خاصة عايزة تقابل المشترك لان الحاجات للعمال المشترك المتقدم منصور الفترة والله ناس كتير رجل حتى بواحد يعني بعيدت الاعتاب بقول لي انا بعتلك فانا بستأذن حضرتك يا ست المشترك حضرك بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي ابعت لحضرك الناس دي الناس دي عايزة تقابلك ما هو انت حضرك برضو يعني مدت ايدك ليهم ففيه ناس كتيرة جدا عايزة تقابل حضرك بتبعتلي الرسائل وانا يعني لازم اقول لحضرك ابعتها لك الاول وحضرك ممكن تخصص وقت من وقتك وتقابل الناس دي الناس دي عايزة تقابل حضرك مبسوطة باللحاجات اللي اعملها جاب الخواطر ده مهم جدا جدا وسوابه عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا 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 وحنا يعني بنشكرك على اهتمامك بدول احتاجات الخاصة بالذات لان دول فعلا محتاجين مساندة فطبعا الناس كتير بعتليوا لا رسائل فحبعت لحضرك بقى ان شاء الله بعد برنامج لكن طبعا سعد عايزة قابل حضرتك وفي نفس الوقت يعني يشكر حضرك على مسادتك ليه في الفترة اللي فاتت قول لي بقى دور الادارة السريعة قبل من روح ليه انا قلت كتير انا قلت ان لو فيه اي بطولة هتدخل نادي زمالك سواء العب فردية او العب جماعية فهي رقم واحد هتتحسب للادارة ومستشار مطالبة منصور لان احنا عايشنا في النادي كلنا الفترات اللي حضرتك كنت تعرفها وعايشنا في النادي الفترات بتاعت المجلس ومستشار مطالبة منصور وكلنا شفنا الفرقات الكبيرة اللي بينه وبين الناس قبل فقالا بالنسبة للمجا صنف البطولات اللي هتدخل نادي زمالك كلها سواء فردية او جماعية فرقم واحد بالنسبة لي مجلس دارة لان هو السبب بعد ربما صحيح تعالى في الاستقرار لان لو ما فيش استقرار اداري في اي حتة في العالم خلي بالك عمره ما يوقف في استقرار فني وحاجة تانية ان برضو في الاخر انت في نادي الزمالك شفت كواليتي لعيبة ما كنتش هتشوفه خالص يعني فرجاني واشرط الشرقي ونجمه وحميد وحمد النقاز بصراحة وكل اللعيبة المحترفين اللي بقيت تيجي الفترة دي فعبد الله السعيد تيزيل عبد الله السعيد هاتخد نعبد الله السعيد ليا عبد الله لو انت للوقت بتجيب لعيبة كلهم بلعبوا في منتخبات ومنتخبات كلها بتوسل كاس العالم يعني توني بتوسل كاس العالم وفرجاني بيكسر الدنيا المغرب بتوسل لكاس العالم واشر Appeيلعب بقى واحد من لعيبة المؤثرين في المنتخب المغرب فانت فيه كواليتي لعيبة ما كنتش هتشوفه خالص سعد طبعا انا وصلت رسالتك للمشارة المرتضة وسريعا المشارة المرتضة الرد علينا دلوقتي وقال ان هو منتظرك ان شاء الله يوم الجمعة الساعة خمسة في مكتبه علشان يكرمك برضو وتمنى لك الشفاء وطبعا سعيد ان انت ربنا شفاك وعفاك فهو منتظرك يا سعد وطبعا لو سعد بتشوفنا دلوقتي الرسالة وصلت للمشارة ان شاء الله بإذن الله وبالتأكيد بالتأكيد هيقابلك ان شاء الله بإذن الله يوم الجمعة الساعة خمسة في مكتبه في نادي الزمالك واهلا بك سعد وحمد الله على سلامتك ايه 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 رأيه في الكلام ده ايمون ما هو مش جديد على المشارة المرتضة خالص ان هو يعني دايما بلبي رغبات الناس خصوصا الناس اللي محتاج انا شفت ده كتير وعشت كزمر وانا حضرت حالة خاصة لعيب كان عندنا وممكن يبقى واحد من اهم العابة الكرة في مصر ماجد هاني صح العملية مفيش ابدا في العالم كله اتلاقي رئيس نادي بيعمل عملية المفروض بالنسبة لنا العابة كرة طفل كان عنده تقريبا من ثلاث سنين كان عنده خمساشر سنة تقريبا خمساشر سنة والعملية بتتكلف تقريبا حوالي اربعين او خمسة واربعين الف يوروب محدش بيعملها يعني والحقيقة لما طلعت امير انا بالورق كان صلبه في ظهره وكانت معارض ان هو يبطل كورة بالزبط وانا ما تلاقيت الكلمة مع امير وعارض عن مصر شامبتادة ما تأخرش لحظة صح وصرف الفلوس والهذا ده رحل عمل العملية ورجع وممكن ان شاء الله رب انتخب مصر اهلع معنا معنا فريد اول وهيرجع انتخبنا الفريد اول بالزبط هتلاقي بيكمل ويلعب ان شاء الله هي دي الادارة الصح طبعا بتأكيد هنروح ليه اسئلة الشاشة مع كابتن ايمن عبعزيز واول سؤال امام عشور نجح في تعويض فرجان الساسي بنجاح مع الزمالك نعم ام لا نعم طبعا نعم بالفهم المليان ده نجح وعدى فرجان الساسي يا جماعة الله ما احترمنا الفرجاني يعني يعني عب كبير وانا كبير حبيته وكلنا حبناه الحقيق يعني عمديله على سلامته وعلى فكرة واصيب اعتخد وفسخ التعاقد معنا دي اللي بعده اكتر مركز يحتاج لتدعيم في الزمالك يناح ايسر رأس حربة لعب ارتكاز احنا عايزين يعني التلاتة الحقيقة تلاتة طبعا وعايزين بكريت بكريت اه تمام اللي بعده اكتر لعب الزمالك تطوره ان تحت قيارة فيريرة فيريرة جماعة مش فيريرة فيريرة ام اكد من فيريرة امام طبعا فيريرة امام اه امام عشور اه امام طبع لان زيزو ما شاء الله عليه من فترة طويلة بس السيف الجزيرة برضو ايمن تطور ايه بتطور بس هو كان عنده الامكانيات والقابلية لده وهو تحرك ومن زمان قلنا ان هو احسن فيرود بيتحرك بين الخطوط صحيح وزيزو كده كده واحد من احسن في مصري ممكن يكون احسنه من ما امام اتطور وبقى بيشوت بروح لجونه بيتحرك كويس وبدفع كويس فالحقيقة هو واضح تطور على الامام اللي بعده المباراة الاسعبة التي تنتظر الزمالك حتى نهاية الموسم فاركو المصري فاركو فاركو ان شاء الله بإذننا نكسب ان شاء الله وان شاء الله بإذننا ناخد الدوري هذا الموسم يا رب اللي بعده الزمالك يمتلك كنز من الناشئين ومع مرور السنوات لن يضطر لشراء العديد من اللاعبين او عديد اللاعبين اه اكيد طبعا بس يعني النوعية بتاعت المدربين والناس هو السؤال انه مش هشتري عدد كبير اه طبعا لكن هشتري طبعا لكن اه طبعا لازم انت لازم هتدعم اه المشهر اعلن النهاردة حتى اه اه لكن فيه صفقات جمدة جدا 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 زمالك لازم عاستي بترعب في الاخر في تلات اربع بطولات بالزبط لا وبقى نا سنتين ما جمتناش لعيز برضو يعني يعني اه يعني لا فيه لعبة كويسة يا جاي ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله اللي بعده عواده وحارس مرمى مصر الاول الان واستحق حراس مرمى منتخب مصر اه طبعا بلا شك يا تمام طبعا اللي بعده المحترف الافضل للزمالك في السنوات الاخيرة فرجاني ساسي سيف الدين الجيري اشرف بن شرق لا اشرف 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 مجدي عبدالله السعيد مهند لشين عبدالله اه عبدالله السعيد طبعا عبدالله مختلف عن الناس كلها كانت فكر ربنا ساحل اه افضل لعب خط وسط مرمى على الزمالك في العشرة السنوات الاخيرة طارق حامل فرجاني ساسي امام عشور طارق طارق اه طبعا هما التلاتة الحية يعني التلاتة برضو اه اه بس مش عشر سنين لان عشر سنين دي كان اكيد كمين اه طارقların الليت اله بلو دي او ستة اه طارق اه طارق ست سنين لا او طارق من الولاية الاولية بتاع من الفين واربعتاشر اه ايه failed اова عشر انه موتين موتين وشرين ما الفين واربعتاشر دونج بقى بدات اه في الالفية لا في الالفية الاولية ماهة firm وواحد هافين واتنين تعتبر في نفس السياقة اه اه دونجة طبعا كان لا تبرم حميد كان ديفوندر هاي كان ديفوندر قوي جدا طبعا تمام كابتن أعمال عايز شرفتين ونورتيني يا عيدر حبيبي بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك حبيبي نطلع لفاصل ونستقبل نقاطنا الرديئة الكبار أستاذ عمر الأيوبي ولأستاذ مصطفى جويلي